الأسبوع بل الساعات الأخيرة عاشت بعض الانتصارات المهمة كان أبرزها تأهل منتخب مصر لكرة الطائرة لأوفوزه بكأس الأمم الأفريقية بعدما فاز على الجزائر في المباراة الختمية 3-1 وأحرزت مصر لقب كأس الأمم بعد غياب 8 سنوات نتائج الأشوات كانت 25-22, 25-18, 25-20, 25-22 وقائمة المنتخب الحقيقة يعني شاهدت تقلق كبير لأبناء النادي الأهلي الاكتساع حتى يمكن من لعبة الأهلي اللي كانوا في المنتخب حسام يوسف وأحمد صلاح ومحمد عسران وعبد الرحمن السعودي ومحمد رمضان يعني خمس لعبة مهمين جداً كانوا في قائمة المنتخب لكن كمان انتزع لعبه الأهلي الجوائز الفردية نجم النادي الأهلي حسام يوسف فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة وخد كمان أفضل معد أحمد سعيد اللي انتقل من الأهلي إلى الخليج السعودي فاز بجائزة أفضل ضارب في البطولة وعبد الرحمن السعودي لعب الأهلي فاز بجائزة أحسن حائط صد في البطولة ليكمل أبناء الأهلي حظ الألقاب الفردية مع إسهامهم الكبير في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة من ثمان سنين طبعاً بالإضافة إلى ظاهرة اكتساح لعب الأهلي ألقاب الأفضل وأنهم أصحاب المساهمة والبصمة العميقة في عودة المنتخب الكرة الطائرة إلى زعامة القرى بعد بداية الحقيقة مخيبة الأمل تصور البداية دي أستاذ إبراهيم حالت دون التأهل المباشر لمنتخب مصر للأولمبياد ودخلتنا في الملحق في تصفيات لو كنا كسبنا الجزائر كنا تأهلنا بشكل مباشر لكن أن تتدارك الأمر وتستعيد الزمام وأربع ألقاب من ستة ألقاب دي نتيجة هيلة جداً الظاهرة الثانية